من شوية كنت بتكلم المهندس سيف الجزيرة إيه موقفه 8 مليون في الإعارة من يناير لنهاية الموسم أنا مش موسم كامل وعاوزين يشتروا يدفعوا 12 مليون من هنا لحد نهاية الموسم تقولوا هل حد يكلمك يا محمد بيه في شراء نادي الزمالك لسيف الجزيرة قال للأسف الشديد أن الصفقة تعرضت إلى هجوم من بعض نجوم الزمالك القدامة وبالتالي عملوا حالة حوالين اللاعب كأنها صفقة فشلة المهاجم الأول والرئيسي لمنتخب تونس واحد العناصر المهمة قلت له طب تلما هو خد من يناير لنهاية الموسم ب8 مليون وبقى 12 مليون أنا لو ما كان الزمالك أشتريه ودي له فرصة وفرود كويس جدا لكنه لم يحصل على فرصته لإثبات قدراته في نادي الزمان خاصة أنت دفعت 8 مليون في كم شهر أدفع لـ 12 مليون بقى لعيب ملكي أبيعه بقى مبيعوش ده موضوعي لكن أنك أنت تدفع 8 مليون في نص موسم كتير جدا كتير جدا 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 بكلم ده على الإدارة السابقة إدارة إحمد بي عبد العزيز 8 مليون كتير جدا طيب هنتقل بقى لصفقة تانية الصفقة التانية محمد مجلي كل الناس ووكيل اللاعب طلع قال إن محمد مجلي وقع ولا أريب من الانتقال إلى القلعة البيضاء نادة مالك فسألت أيضا محمد بي عادل أو المهندسة أحمد الفتح أشرف على كرة القدم في المقاولون العرب محمد بي إنتو عندكو محمد مجلي إيه موقفه اللانية لبيع أي لاعب خاصة وأن المقاولون العرب وضعوا في الجدول ليس في أمان تام وإحنا رفضين المفاوضات في أي حاجة تتب اللعيب قال اللعيب كلموه هتلاقوا بيقولكو نفس الكلام أنه حريص على الاستمرار مع المقاولون العرب لم يوقع لنادي الزمالك ما فعندوش رغبة في الانتقال إلى نادي الزمالك محدش كلمه من نادي الزمالك ده الرد الرسمي لإقدارة المقاولون العرب لكن الرد اللي غير رسمي هو أن هناك تواصل والنادي الزمالك يفاضل بين محمد مجلي نجم نجم خط وسط المقاولون العرب و نبيل عماد دونج هتجي تسألنا أنا أقول لك محمد مجلي ليه نبيل عماد دونج اللي يعرفوه يقوله مش ملتزم ما عندوش التزام ولا انضباط خارج الملعب كلها قطين وصال كلها قطين وصال فانت لعب بتمتلك امكانيات عالية وبلديات من المحل فركز فكور ركز فكور بلاش ركز فكور لعيب ربنا حبك بموهبة كبيرة بتاخد فلوس كويسة الفلوس دي مع الأداء والالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب هينقلك نقلة جبارة لكن عدم الالتزام مش هينقلك نقلة جبارة المهم ان المسؤولين في نادي بيرامدز بلغوا رفضوا مبدأ الصفقات التبادلية بين نادي الزمالك ونادي بيرامدز رفضوا المبدأ نفسه الصفقات التبادلية ادارة النادي الزمالك ما عندهاش رغبة انها تدفع 25 و 30 مليون في نادي عماد دونج قالك 2 مليون دولار بتكلم في 30 مليون هتتفاوض هيبقى مليون ونصف دولار يعني 25 مليون فيه أزمة مالية كبيرة في نادي الزمالك المسؤول عنها ليس الإدارة الحالية والإدارة السابقة وإنما المسؤول عنها مجلسي الإدارة السابقين المنتخبين أو مجلس الإدارة المنتخب المجمد والمحلق إلى النيابة لوجود مخالفات فهنا انت عندك مشكلة كبيرة مادية فقالك لا سيبك من نبيل عماد دونج ونركز في محمد مجل نقدر نعمله في صفقة تبادلية مع المسؤولين في نادي المقالون العرب المهندس محسن صلاح ونتفاوض معهم فده الكلام لكن محدث يوم خلص لنبيل عماد دونج خلص ولا محمد مجل خلص كله في إطار الكلام ولا توجد رغبة لا بلا الشغل لا توجد إرادة زمالكوية في إنهاء الصفقات بشكل إنهاء إزي إيه ما كده وقع معه مستر فاروق جعفر في بيته في جاردينيا قال لي حسن الله بيب جنب بعض في جاردينيا اتفق معاه لكن ما فيش توقيع من محمد مجلي نهائي أو على عقود أو على عقود لكن فيك أهم يقولك إيه محمد عمري جمال وقع على أربع نسخ وخد نسختين وصاب لنادي نسختين ده بيها فرحة خلصت طب خلصت مع إدارة نادي طلاعي الجيش طب خلصت مع إدارة المقاولين العرب ده ما حصلش فنتمنى إن إدارة نادي الزمالك تركز وتحكم قرارها وقع التركيز وإنهاء الصفقات يجب إن إدارة نادي الزمالك تركز في حاجة مهمة جدا 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 وهي يبقى فيه ناس فنيين في الكورة يعني حسين السيد ما يبقاش لوحد آه حسين السيد عنده ناس بره بيسألها أو لجنة سرية زي ما قالوا لي لكن لازم تسأل وتتشاول وتعرف مين عندك ومين مش عندك وعاوز تجيب مين وليه لا خابة من استشار لا خابة من استشار فبالتوفير لنادي الزمالك في حاس صفقات طيب ولا بكلمك على محمد مجلي ونبيل عماد دونج عاوز أقولك على حاجة مهمة بس الأول لايك وشير وصلي على الزين لايك وشير وصلي على الزين ودعي لنفسك والوالدين والغير وهو أعتنسى تفعل الخير بالمناسبة دي قبل ما أخش على جزئية مهمة في نادي الزمالك لازم أحي نجم مصر ونجم أستن فيل محمود تلزجي اللي راح ظهر ساعة وخمسين وتبرع بمبلغ مالي كبير وفق ما أكد ليه صديقي العزيز دكتور شريفة بن ناك لو قال لي بص يعني نموذج رائع أخلاق وتربية ورجولة وزار المرضى في غرفهم وخفف عن ألمهم وأحزنهم وحكاياتهم ورواياتهم وحكا جميلة جداً وتبرع بمبلغ مالي كبير قال لي كده وتبرع بمبلغ مالي كبير جداً زكاتك أو صداقتك اللي أنت عوصت الله في سبعة وخمسين تات سبعة وخمسين اتبرع للخير مريض اللي كيمة بس كله مجاناً هناك بيتكلف سنوياً ستممائة ألف جنيه وحتى المرضى اللي بيتم علاجهم وبيخرجوا بيبقى لهم متابعات مع المستشفى فبالتالي المقتدرين يتبرعوا لهناك أنت عندك كوكاكولا خسرت أربعة مليار دولار في البورصة بل مجرد بس أن رونالدو شل الإزازة بات ويقال لك شربوا مية عمل إحاق ما تشربشوا بكلها واشرب مية بتوع البيرة دول خسروا هما كمان لما بوكبا شل إزازة البيرة من قدام طبعاً بوكبا شلها من منطلق المحرمات لأنه راجل مسلم ما ينفعش تحطه قدامه أزازة بالشكل ده لأنه بيعتبر أنه بيدعو لشرب البيرة رونالدو شارجو كاكولا وقال لشربوا المية وده راجل اللي مش مسلم وقال إيه بقى وكأن يعني سبحان الله وخلقنا من الماء كل شيء المية دي كل حال حلو العلانية تدعم هذه الأعمال الخيرية الإنسانية التي يؤجر عليها من الله تبارك وتعالى لايك وشير وصلي عزين ودعي لنفسك والوالدين والغير عاوز أتكلم معاكم في فتح باب التبرعات لدعم نادي الزمان الحساب رقمه 1911 في بنك مصر اللي هو رئيس مجلس إدارة محمد الإتريبي عدو مجلس الإدارة الفكرة البعض يتناولها بالسخرية والبعض يتناولها بالاستهزاء وأنا أرفض السخرية والاستهزاء في هذا الأمر ليه؟ أنت فتحت التبرع للجماهير المحبة والعاشقة للفنينلة البيضاء النادي خربان ماليا مفلس بمعنى كلمة مفلس لما طلع حسين بلبيب قالك إيه؟ قالك مديون بس في قضايا بـ 17 مليون دولار لعبة مش تقريبين وحكاية وروا مديون ادربك 16 جنيه ولا بـ 15 ونص دخلتلك في كنف 230 ادربها يا عمر 17 مليون دولار ده اللي قال مني الكلام ده حسين لبيب ترجمة نانسي قنقر